وافق المجلس البلدي اليوم في جلسته العادية برئاسة رئيس المجلس زيد العزمي على اطلاق اسم المغفور له الشيخ زايد النهيان على الدائر الخامس وحال المجلس عدة مواضيع لبعض اللجان للاطلاع عليها والدراسة وافق المجلس البلدي اليوم في جلسته العادية على اطلاق اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان النهيان على الدائر الخامس كما وافق المجلس على مشروع تطوير الطريق 306 الواصل بين منطقة الوفرة وميناء عبدالله وقد استخدم المجلس المادة الرابعة عشر لرفض اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على قرار توحيد الأنشطة في المناطق الحرفية كما أحال المجلس الموضوع الخاص بشأن الرغبة السامية بإنشاء مستشفى الجهراء الجديد واختراح العضو عبدالله فهاد بشأن إنشاء مستشفى عام يخدم مناطق سعد العبدالله وجابر الأحمد والقيروان والنهضة إلى لجنة الجهراء وذلك لمزيد من الدراسة كما وافق المجلس اليوم على طلب وزارة الدفاع تعديل حدود موقع معسكر اللواء السادس قرب منطقة الواحة ليصبح وفق الوضع القائم على الطبيعة وأقر المجلس البلدي اليوم إنشاء ملاعب مكشوفة وممشى ضمن مناطق مختلفة بمحافظتي الجهراء وحولي ووافق على الاقتراح المقدم من العضو أشواق المضف بشأن تضليل جميع جسور المشاتب الكويت وعلى طلب الهيئة العامة لشؤون الزراع والثروة السمكية إنشاء صارات رياضية داخل الحدائق العامة